وضاف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تفقد مصنع بوش العالمي لتصنيع الأجهزة المنزلية وسيبدأ الانتاج خلال الشهر القادم أوضح مدبولي أيضا أن الدولة تعمل على التوسع في إطار جذب الاستثمارات في مجال إنتاج الهواتف المحمولة مصنع بوش ده مصنع عالمي كبير جدا شركة عالمية أوروبية معروفة كبراند عالمي وده يمكن الحقيقة كانت الفرصة لإقناع هذه الشركة أنها تتواجد في مصر كان في أثناء زيارة للخارج وقابلنا رئيس الشركة وكلمنا معاهم على أنهما لازم يبقى لهم هب هنا في مصر ادنا لهم الرخصة الزهبية خصصنا لهم الأرض إن شاء الله المصنع تبقى لمدير الشركة حيبدأ الانتاج في شهر نوفمبر القادم حيبدأوا صحيح بالبتجازات ولكن التوسع حيبقى للتلاجات والغسلات بعد كده وعندهم الخطط إن هما يغطوا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وده جزء مهم جدا إن إحنا بنوري إزاي إن إحنا بنستهدف الشركات العالمية إنها تيجي وتبقى موجودة معنا آخر مصنع اللي إحنا موجودين فيه وهو مصنع فيفو وده طبعا مصنع لأحد أهم المركات العالمية في إنتاج الموبايلات مصر بتستورد وكانت بتستورد لغاية سنتين ثلاثة فاتوا موبايلات بأكتر من مليار ونص دولار سنويا وكلها بتبقى استيراد النهاردة إحنا بنستهدف إن يبقى عندنا من أكبر خمس شركات عالمية بتنتج موبايلات حيبقى عندنا أربعة منهم بينتجوا في مصر ده واحد منهم